الساحات في 2011 أنت كنت واحدا ممن يوقفوا مع الساحات نعم في 2011 نعم شكلنا حركة اسمها حركة أنصار الضورة ووقفنا إلى جانب الضورة ومن ثم من ثم بعدما صار ما صار وحدث ما حدث ها أنت اليوم يعني تشاهد بأم عينيك ما جرى وما حصل ألست نادما على ذلك؟ الحقيقة أنه نحن لاحظنا منذ حينها من أيام الضورة نفسها الضورة الشعبية السلبية كما سميت سواء كان في اليمن أو في البلدان العربية الأخرى لاحظنا بأنه هناك غياب أو تغييب لإيجاد قيادات للثورة لإيجاد أهداف لإيجاد مهام استراتيجية ووجدنا أن العامل الخارجي قد طغى مما أفرق وأوضح أن هذه استخدمت الضغوط والموجودة لدى الأوساط الشعبية استخدمت من قبل قوى خارجية والهدف كان إسقاط الأنظمة والأمور أصبحت واضحة جدا لو لا عرقلت في مصر لسقط العالم العربي كله ترجمة نانسي قنقر